السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته قبل البدء في الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس دعما لنا وحتى تتوصل بالمزيد من الأخبار إن شاء الله تعرض اللاعب المغربي أمين حارت لعب فارق مرسيليا الفرنسي لإصابة قوية خلال مباراة فارقه أمام مونك كل يوم الأحد دمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي وبعد تلقي الإسعافات على الميدان تم نقل حارت خارج الميدان من قبل المسعفين ما يؤكد أنه تعرض إلى إصابة خطيرة في انتظار ما ستكشف عنه الفحوصات التي خدع لها اللاعب مباشرة بعد نقله خارج الميدان وقد رددت الجماهير كثيرا اسم حارت عند نقله خارج الميدان والإصابة التي تعرض لها أمين حارت قد تهدد مشاركته مع المنتخب الوطني المغربي في نهائية كأس العالم مونديال قطر 2022 وتواجد أمين حارت في قائمة أسود الأطلس النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 اتناني وعشرون